تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجايا من السيطرة على 47 حريقاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بمختلف غابات ومناطق ولاية بجايا دون تسجيل أي خصائر بشرية عملية الإخماد لا تزال متواصلة على مستوى 11 نقطة بكل من تيشي بوخليفة، نقصر، ودغير، أدكار، وسوق الاثنين، ودرغينا حيث تم الاستعانة بطائرة الإطفاء الروسية والرتل المتنقل لولايتي البويرا والصطيف وبمساهمة من الجيش الوطني الشعبي ميكروفون ربح صايش تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية بجايا فرقة الرتل المتنقل للولاية وكذلك الاستعانة بالرتل المتحرك لولاية صطيف وولاية بويرا إلى جانب الوسائل الجوية منها طائرتين مروحيتين قاذفتين للمياه ومنها استغلال الطائرة الروسية الإخماد 47 حريق من بينها خمسة حرائق شبت في كل من بلدية تيشي، أدكار، لقصر، إغرم كعملية الإخماد سوصلت إلى غاية هذه اللحظة لحد الآن وتم السيطرة على كل الحرائق دون تشجيل أي خسائر بشرية الحمد لله فيما توصل جهود وحدات تدخل بتجنيد كل الأعوان والوسائل اللوجستية تحسبا لأي ترجمة نانسي قنقر